ووصلنا لمساحتنا الأخيرة لليوم ورح نضوي فيها على إنجازات الشباب ضمن عالم الرياضة يعني دائماً نسمع عفاف عن رياضات جديدة واليوم ضيفنا هيكة حيعرفنا على رياضة جديدة تميز فيها الرياضة اسمها تيرياس لون وهي بتضمن الدراجة والسباحة رح نحكي عن هاي الموهبة وعن هاي الرياضة الجديدة مع ضيفنا لليوم الاسم وين؟ عدنان محمد زكي أهلا وسهلا فيك عدنان أهلا وسهلا فيك عدنان ورمضان كريم يعني تيرياس لون أول مرة من اسمها يمكن بهاي الرياضة عرفنا أكتر عنها هي طبعاً عبارة عن ثلاث لعبات صباحة ودراجة وجري كمان إلى عدد مسافات يعني مسافة السبرنت ومسافة الأولومبك وهي كمان يعني في تنال كمان اسم الأيرومان هي مسافات طويلة بتصير يعني مسافة السبرنت هي بتكون مسافة 750 و 20 كيلو دراجة و 5 كيلو جر حضرتك هلأ طالب دراسة يعني أنصف بكالوريا بكالوريا فكتير صعبة هي السنة الله هو طبعاً أكيد طبعاً هي ترياط لون كمان ثلاث لعبات أكيد ما لح تكون يعني توافقة بين بكالوريا كتير صعب يعني إذا بتقولي صباحة رياض صباحة لحال أي يمكن بس ترياط لون ثلاث لعبات يعني أكيد ما فينك تمرين صباحة لحال وتركي لعبتين لحال أكيد يعني في شوية صعوبة بتقوه بين بكالوريا يعني هلأ ما فيك عم توافق بين الدراسة والرياضة موقف رياضة وعم تدرس هلأ أيها يعني هلأ حالياً عم ندرس أكتر يعني من ما لعب رياضة يعني خلينا نحكي عدنان أي ما تبلشت بهذه الرياضة أنت كيف تعرفت عليها وخلينا نحكي أيضاً عن النشاط اللي أنت بتقوم في يعني أكيد كيل نحن نحكي ثلاث لعبات بلعبة واحدة فأكيد كل واحدة بدي قوة جسمية معينة بدي قدرات معينة فأيضاً كيف بتشتغل عليهم كيل أنا أنا في 2014 كيتسباح بعدين في مدرب يجل عندي قال لي أنه في هي لعبة جديدة نازلة اللي هون بتحب تجربها ما تجربها 2015 راح شاركت فيه أول بطولة كانت بالشام هون دمشق كمان جبت فيه مركز ثالث كان وقتها هاي كمان اسمها كواتلون هي جري سباحة جري هي كمان يعني مثل الترياتلون بحطوها بدات الدراجة العيلة الأعمار الصغيرة اللي ما بيدرسوا دراجة يعني بعدها بلشت في 2018 كانت أول بطولة خارجية اللي نداعت فيها على الفلبين جبت فيها مركز رابع كانت فئة الناشئين خلينا نحكي عن الروابط المشتركة يعني نحن عم نشوف دراجة وسباحة وهو الجري ترياتلون كيف شو الرابط المشتركة بيناتهم نحن عم نشوف هلأ بعض الصور من مشاركاتكم هلأ هي الرابط بيناتهم أنه بس أنه المسافات الأصيرة بيناتهم أما كل لعبة الحال هي أصعب يعني اللعبة عندك لعبة الصباحة أصعب لعبها حالياً وكثير صعبة تلعبية خارجياً يعني ولعبة الدراجات يعني مسافات غير يعني أنا مسافتي بالترياتلون 20 كيلو متر السباقات الدراجة لحال عندك 200 كيلو 240 كيلو السباقات الجري في عدة مسافات يعني أما أنا مسافتي بس 5 كيلو متر وهي كمان هي تعطي قوة جسمية لك كامل الجسم يعني اللعبة الدراجات تعطي بس قوة للرجلين اللعبة التجاري قوة للرجلين كمان ولا البدني كمان أما الصباحة كمان قوة جسمية كاملة طب خلينا نحكي عن الدعمين إلك يعني دائماً أي حدا بيكون عنده نشاط رياضي ممكن بيكون عنده مدرب خاص اللي نحكي كمان عن دور أهلك كيف كانوا مدعموك طبعاً أهلي هو الدعم لي للأول طبعاً أمي وأبي كان سباح طبعاً كان هو الدعم يعني هو الشجعني أول شيء لتصير سباح وكمان سيادة الرئيس كمان بحب الشكر وكمان وأستاذ همام معلى هو اللي كان يعني فتح لي مجال الدرب كافة الفروعة بروجم معلى هون بالشام واستاذ فراس معلى رئيس الاتحاد الرياضي العام خلينا نحكي عن الدول اللي استضعفتك واستدعتك لحتى تشارك عندنا ببعض المشاركات الآخر بطولة كانت بالكويت من أسبوعين جبت فيها الحمد لله مركز الأول فئة المحترفين إليت مين اللي هي كمان في عدة فئات في عندك الإيجي جروب فئات عمرية وإليت مين المحترفين النخبة اللي هي الإليت مين هي تصنف سوياً وعالمياً حسب النقاط لأولمبيات باريس الحالية في 2024 الآن عندي حالياً ميتين وخمسة عشر نقطة يعني بدي شي ثلاثة أربعة أسبقات لصير مؤهل لأولمبيات باريس في 2024 طب هذول النقاط ممكن تحصلهم في مباريات قادمة نحن نعرف ممكن شهرين ثلاثة نخلص إن شاء الله من موضوع البكالوريا في مسابقات بدك تحضر لخلال العام طبعاً في هلأ يمكن بس بعد شهر حالياً في واحدة بطولة بالفلبين وهي يعني أقل الشي لازم هلأ تلك مشاركات خارجية لحتى تقدر حص نقاط ويجيب من أول ثلاثين على أسيا لكي أدركها للأولمبيات حكيت أنه أنت من الأسبوعين كنت بالكويت يعني هلأ فترتها نازلين مراجعة للامتحانات شلون بكرة راح تلحق الامتحانات والبكالوريا مثل ما قلت لك آخر بطولة يعني ستكون بالفلبين بعد شهر وبعدها خلص يعني على الدراسة يعني ما لاح تمرن كثير يعني تمرين بالأسبوع أكيد شو بتنصح الشباب ياللي من عمره كله على طبعاً واللي عم يمارسوا نفس الرياضة كتاولة بالبكالوريا يعني أكيد يعني الدراسة أهم من الرياضة يعني حتى لو كنت بطل العالم أكيد ما لاح تفيدك رياضة مثل ما لاح تفيدك دراستك ما هو هلا نتبه على دراستك بس نتمرن كمان يومين بالأسبوع يعني بس حرق الاسم طب شو حابب تصير يعني أنت يا حابب تختص بموضوع الرياضة ولا لا في مهنة معينة أو أنت يمكن هي الرياضة هواية وأيضاً احتراف بالنسبة لك ولكن على الصعيد العملي حابب تدرس شي تاني حالياً نعم فكر هندسة معلوماتية يعني كتير حابة التكنولوجيا والكتير حابة هذه الشغلة بس يعني هلا أنا شايف حالك أنه كتير فايت بمجال الرياضة حابة بنوضل بمجال الرياضة أكتر يعني بتلاقي إنه كتير بعيدة دراسة عن هوايتك هلا حالياً يعني هيك عم فكر فيها أكيد ننتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله التوفيق لإلك وتحقق أحلامك نشوفك مكان بتحب أهل وصلا كل التوفيق إلك عدنان وإن شاء الله هيك بنشوفك بالعالمية دائماً أهلا وسهلا فيك